تلاتين سؤال وجواب في الحج والعمرة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير الفيديو النهاردة عبارة عن سؤال وجواب في الحج والعمرة عشان لو انت طلع عمرة الاول مرة او حج لو طلع الحج السنة دي او مخططة لعمرة بعد موسم الحج هتعرفي كل حاجة وهاغلب الاسئلة المنتشرة واللي كلنا كنا بنسألها ومش بنقعد ندور على ايجابتها انا جمعتهم لكلهم ومن دار الافتة كلها فاتطميني باذن الله هتستفيد من الفيديو ده بس قبل ما نبدأ لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلمة وازبخ على عباده نعما لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا بعض أحكام الحج والعمرة في صورة سؤال وجواب علشان يسهل عليك معرفة أحكام مناسك الحج والعمر وهنبدأ بأول سؤال هل يجوز تأخير أداء فريدة الحج مع الاستطاعة؟ الجواب الحج فرد عين على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه؟ فلا يجوز تأخيره أول ما تتحقق شروطه أنت مطالبة بأنك تحجي على طول ويأسم من أخر أداء الحج بدون عذر الشرع أو مات ولم يحج مع توافر شروط الحج حكم الحج بمال حرام أداء مناسك الحج بمال حرام أو مسروق يسقط الفريدة ولكنه حج غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم ما حكم أداء مناسك الحج عن طريق التزوير؟ الحج الصحيح الحج بيكون صحيح لأن تزوير جواز صفر كما يكتب في مهنته مثلا جزار أو عشان يطلع في الموسم ده وهو ليس كذلك من أجل الذهاب إلى الحج لا يؤثر في صحة الحج ولكنه عليه اسم ويبقى عليه الاسم وهو اسم التزوير وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ودي فتوة أركان فتوة لابن العثمانيين ما حكم من مات ولم يقضي فريدة الحج؟ إذا مات المسلم ولم يقضي فريدة الحج وهو مستكمل لسروط وجب الحج وجب أن يحج أحد نيابة عنه من المال الذي تركه هذا الميت ولو لم يوصى بشيء يعني حتى لو هو موصاش برضو يحج عنه ما حكم تكرار العمرة في الصفرة الواحدة؟ تكرار العمرة في الصفرة الواحدة سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم والإحرام من هناك ليس من السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا فعله أحد من الصحابة ولو كان تكرار العمرة في الصفرة الواحدة خيرا لصبقون طبعا إليه وهم أحرص الناس على الخير وعندما ألحت سيدة عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأتي بالعمرة ولو كان هذا معروفا عند الصحابة لفعله عبد الرحمن من تلقاء نفسه عندما خرج مع أخته عائشة إلى التنعيم ما هي أداب بقى الاستعداد لرحلة الحج أو العمرة؟ يمكن أن نوجز أداب الاستعداد لرحلة الحج أو العمرة في أول حاجة الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ثاني حاجة التوبة لازم تتوبي وتردي المظالم إلى أهلها يعني التوبة ورد المظالم إلى أهلها اختيار المال الحلال اختيار الرفقة الصالحة من أهل العلم بالقرآن والسنة وفهم سلفنا الصالح تعلم مناسك الحج والعمرة على الوجه الصحيح فرجي كتير على فيديوهات اسمعي شيوخ كتير تقوى الله تعالى في السر والعلانية ووصية الأهل بذلك قبل السفر اعملي وصية واكتبيها أنا سيبها هسيبلك رابط الوصية الشرعية في صندوق الوصف وكنت عاملة به فيديو قبل كده الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والدعاء نيجي بقى ما هي أركان الحج والعمرة الحج أربعة أركان لا يصح إلا بها وهي الإحرام الطواف حول الكعبة السعي بين الصفة والمروة الوقوف بعرفة العمرة لها تلات أركان لا تصح إلا بها ده بالنسبة للحج العمرة بقى الإحرام والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفة والمروة مواقيت ما هي المواقيت الزمانية للحج أو العمرة للحج موقيت زمانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح الحج إلا بها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفز ولا فسوق ولا جدال في الحج وأشهر الحج هي شوال وزو القعدة وزو عشر منزل حج أما العمر فليس لها ميقاط زماني فيمكن الإحرام بها في أي وقت من العام ما هي الموقيت المكانية للحج والعمر؟ الموقيت المكانية اللي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام للحج والعمر هي ميقاط أهل المدينة زو الحليفة ويسمى الآن أبيار علي ميقاط أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهو قرية قديمة في مكة ميقاط قبل جدة أسفة ميقاط أهل اليمن ليه لملم ميقاط أهل نجد قرن المنازل ويسمى الآن السبيل الكبير ميقاط أهل العراق ذات عرق دي المواقيت كلها ما معنى الإحرام بقى؟ الإحرام هو التحريم والمنع يعني الإنسان بيحرم على نفسه ما كان مباحا له من نكاح بقى وضع عطور وأشياء في سيابه يعني والإحرام في الشرع هو نية الدخول في نسك الحج أو العمر ما هي سنن الإحرام؟ لأداء مناسك الحج أو العمر الإحرام ليه سنن ينال بها المحرم سواب عظيم ولا يترتب على تركها شيء يعني لو تركها أو بالنسيان مثلا أو بالغلط أو أي حاجة لا يأسم عليها الإغتسال وتقليم الأظافر وحف الشارب وحلق العانة ونطف القبط قبل الإحرام ده أول حاجة لسنة الإحرام التطيب بالنسبة للرجال قبل ارتداء ملابس الإحرام ده للرجال ارتداء إزار ورداء أبيضين نظيفين ده برضو للرجال النساء تحرم في أي لبس من عندها ليها يعني الإحرام عقب صلاة سواء كانت فريدة أو نافلة يعني حتى لو ما فيش صلاة فريدة بتصلي ركعتين قبل الإحرام رفع الصوت بالتلبية للرجال الإشتراط بقى لمن خاف أن يمنعها عائق من عدو أو مرض إنك بتشترطي على في نية الإحرام بتشترطي وإن حبساني حابس اللي احنا قلنا عليها ما هي الأمور التي تباح للمحرم أثناء الإحرام يباح للمحرم فترة إحرامه الاغتسال تمشيط الشعر أو الشعر الرأس أو اللحية برفق والنظر في المرآة غسل الملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها لبس ساعة أو خاتم فضل للرجال وحلي الزهب للنساء الاحتجام وخلع الدرس واستعمال المظلة والنظارة والتبرع بالدم استخدام الحزام والمشابك عند ارتداء ملابس الإحرام وقتل الحشرات والحيوانات الضارة اللي بتهاجم المحرم صيد البحر والقيام بالبيع والشراء والصناعة ما هي بقى محذورات الإحرام محذورات الإحرام هي بتنقسم إلى ثلاث أقسام أول حاجة محذورات على الرجال والنساء معا لاثنين معا بعد إزالة الشعر من الرأس وسائر الجسد عن مدن بحلقة أو غيره تقليم أظافر اليدين والقدمين وارتداء القفازين استعمال العطور بعد الإحرام في البدن أو السياب جماعة الزوجة أو دواعي ذلك من النظر بشهوة أو التقبيل ونحو قتل صيد البر أو المعاونة على صيده أو تنفير طير الحرم أو قطع الشجر الحرم برضو وهو نبات طيب أو الأزخر اللي هو نبات طيب الرائحة الخطبة أو عقد الزواج لنفسه أو لغيره أخذ اللقطة من الحرم المخاصمة والجدال بالباطل لأن ذلك يؤدي إلى انتشار العداوة بين المسلمين القسم الثاني محذورات خاصة بالرجال فقط وهي ارتداء السياب المخيطة ويشمل كل السياب المصنوع على هيئة أعضاء الجسم الفانيلا، السروال، الشربات تغطية الرأس بملاصقة كالعمامة والطقية القسم الثالث بقى محذورات خاصة بالنساء فقط وهي ارتداء النقاب بالنسبة أو القفازين بالنسبة للنساء ما هي فدية ارتكاب المحذورات الإحرام دي؟ يجب على كل مسلم يذهب لأداء فريدة الحج أن يتعلم محذورات الإحرام فإذا ارتكب أحد هذه المحذورات ناسيا أو مكرها فلا يسمع لي ولا فدية وأما أن ارتكبها عمدا وجبت عليه الفدية كما جاء في القرآن الكريم وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فدية قص الشعر والأظافر ولبس المخيط ومباشرة الزوجة بشهوة وتغذية الرأس ووضع الطيب وارتداء النقاب والقفازين للمرأة هي اختيار واحد من ثلاثة إما الزبح شاء أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسب ما حكم الإحرام للحج أو العمرة في الملابس العادية للرجال التجرد من المخيط من وجبات الإحرام في الحج فإذا لم يتجرد الرجل من المخيط وكان ذلك بعذر شري وجبت عليه الكفارة وهو مخير بين أن يسبح شاء أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام وأما إذا كان الإحرام في الملابس العادية بدون عذر وجبت كفارة لا يخير فيها وهي زبح شاء يعني هي كفارة واحدة وهي زبح شاء توزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها صاحبها وبالنسبة للصوم أو إطعام المساكين يجزئ أن يكون في أحد المواضع داخل الحرم أو خارجه سامحوني على أني بتكلم بسرعة عشان أقدر أكمل لكم كل الأسئلة ما حكم ستر المرأة لوجهها أثناء الإحرام إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال من غير محارمها قريبا منها فإنها تزدل ثوب من فوق الرأس يعني ما تلبس النقاب لكن تجيب حاجة من عند رأسها الطرحة مثلا وتنزلها على وشها إزدال كده ما حكم من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أداء مناسك الحج أو العمرة وجب عليه لازم يرجع تاني للميقات ويحرم من عنده فإلى أو لو ما عملش كده وجب عليه زبح شاه وتوزيعها على فقراء الحرم وإن عجز عن الزبح يجوز له أن يصوم عشرة أيام سلاسة في الحج وسبعة إذا رجع ما حكم رجل أحرم بملابسه العادية بسبب المرض إذا أحرم الرجل بملابسه العادية بسبب برد أو مرض أو نحو ذلك فهو جائس شرعا ولا يجب عليه السيام سلاسة أيام ولكن يجب عليه السيام سلاسة أيام أو إطعام ستة مساكين أو زبح شاه زي ما قلنا فوق نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة هل هي بالتلفز بها عند التلبية؟ التلبية هي أن يقول المسلم لبيك اللهم عمرة إذا كان في عمرة أو يقول لبيك اللهم حجا إذا كان في حج وأما النية في جميع العبادات فمحلها القلب ولا علاقة لللسان بها فلا ينبغي للمسلم أن يتلفز بها فلا يقول مثلا اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج لأن هذا لم يثبت عن النبي عن الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا التابعين هما طبعا أكثر منا فهما والفتوى لابن عثماني ما هي صفة التلبية عند الإحرام؟ روى الشيخين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنا لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب وتعني أيضا أنا مقيم على طاعتك وأمرك غيره خارج عن ذلك ومن السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية مع الإكثار من تكرارها وأما المرأة فلا ترفع صوتها من التلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو ما حارمها من الرجال أو رفيقاتها من النساء وبيكسر المحرم من التلبية سبدأ التلبية عند الإحرام بالحج أو العمرة وتنقطع التلبية في العمرة إذا بدأ المسلم في الطواف أو للكعبة وتنقطع للحج إذا بدأ المسلم في رمي جمرة العقبة الكبرى ما هي أنواع الإحرام بالحج؟ الإحرام هو ولية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معا الإحرام بالحج بثلاثة أنواع النوع الأول الإفراد والنوع الثاني القران والنوع الثالث التمتع أولا الإفراد وهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده فيقول عند التلبية لبيك اللهم بحج ويبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ولا ينزمه حج ثانيا القران وهو أن يحرم المسلم بالحج والعمر معه من الميقات فيقول عند التلبية لبيك اللهم بحج وعمره ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمر معه ويكفي القارن لحج وعمرته طواف واحد وهو طواف الإفادة وسعي واحد ويلزمه حج التمتع وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج وهي شوال وزو القعدة والعشر الأوائل من ذو الحج فيقول عند الميقات لبيك اللهم بعمره فإذا وصل المكة فأفى وسعى للعمر ثم حلق شاره وقسرة ثم يحل من أحرامه ويرتدي ملابسه العدية ويظل أكذا إلى يوم التروير وهو اليوم السامن من ذو الحج فيحرم من مكانه بالحج وحده فيقول لبيك اللهم بحج ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة القبرى يوم العيد ويلزمه حج أما بالنسبة للقارن المتمتع من أهل الحرم وهم من كانوا قريبين منه بحيث لا يكون لهم بين الحرم مسافة تخسر فيها الصلاة حكم استخدام المرأة دواء يمنع الحير حتى تنتهي من أداء مناسب الحج أو العمر يجوز المرأة أن تستخدم دواء مناسب الحج وحفظ على تناولها بشرط ألا يضر بصحتها يعني الشرط طبعا ربنا بيحافظ على صحتها فالشرط ألا يضر بصحتها حكتفي بالأسئلة دي وهكمل لكم في جزء تاني إن شاء الله عشان ما طولش عليكم ما تنسونيش من صالح دعائكم وربنا نتقبل منكم صالح الأعمال يا رب العالمين وحج مبرور ورسام ومغفو ولا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم جفاف أو أحمرار البشرة ضعف العضلات الغسيان والقيق تصرع نبضات القلب صعوبة في البلع والتنفس فقدان الوعي هنقي نفسنا منها إزاي عشان تقي نفسك من ضربات الشمس هتتجنبي طبعا التعرض المباشر لأشعة الشمس هتستخدمي المظلات الشمسية البيضة اللي بلونها فاتح عشان تعكس أشعة الشمس اشربي كميات كبيرة من السوائل عشان تعوضي السوائل المفقودة أعوضي في أماكن ضلم وفي المبردات خدي قسط كافي من النوم والراحة ما تستعجليش في تجنب الشعائر عشان ما تتجنبيش عشان تتجنبي أسفق الإرهاق نيجي بقى للحاجة الأهم وهي التغذية الصحية في فترة الحج اتجنبي شراء الأطعمة المكشوفة عشان ما تصبيش بنازلة معاوية اغسلي الفكهة والخضار حلو جدا قبل ما تكليهم اتأكدي من تاريخ صلاحية المأكلات في محلات بتبيع منتجات بتكون صلاحيتها منتهية فخلي بالك من الموضوع ده وقري دايما صلاحية أي حاجة هتجي بيها كمان غسل الإيدين بالمية والصابون قبل تناول الطعام ده مهم جدا ما تخزنيش الطعام المطهو لأكتر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة بقى وانت عارفة الشمس هناك بتبقى عاملة ازاي لأن ده هيقدي لنمو وتكسر الجرسيم على الأكل ولقدر الله بيصاب الإنسان بتسمم غذائي كل الوجباتك بتاعتك ووجباتك بانتظام خلي فيه موعيد للفطار والغداء والعشاء محددة عشان تحافظ على طقتك وتتجنبي الإصابة بالإرهاق ما تفرطيش في شرب المنبهات قهوة وشاي مش طول ما انت قاعدة بقى شاي قهوة لأن دي بتسبب بجفاف الجسم والعطش الشديد والبقاية كمان من العدوى أثناء الحج مهم جدا اللي حجاج بيتعرضوا لخطر مشكلات صحية التعرض لخطر مشكلات صحية متعددة نتيجة التواجد طبعا فيه أماكن مستحمة فمن الضروري انك تتبعي بعض النصايح اللي هقولك عليها أثناء الحج للوقاية من أي عدوى أو إصابة حاولي أول حاجة حاولي عدم التعرض للشمس زي ما قلتلك لفترات طويرة وتجنبي لتجنب الإصابة بضربات الشمس واشربي كتير من المية علشان يعوضلك فقدان السوائل اتجنبي على قد ما تقدر الاحتكاك المباشر بين الأشخاص اللي بيظهر عليهم المرض والجنبي مشاركة أدواتهم الشخصية اتجنبي دايما لمس عينيكي وأنفك وفمك إلا بعد ما تخسلي إيدك خلي إيدك دايما نظيفة ودايما حطي كحول على إيديكي وعشان تطهاري لازم لازم البسي الكمامة طول ما انت موجودة في أماكن مزدحمة ما تقلعيش الكمامة اتأكدي من مضافة وأمان الأطعمة زي ما قلتلك عشان ما تصبيش بالأمراض المعاوية احرصي على غسيل إيديكي قبل الأكل وبعد الخروج من دورات المية هقولك كمان على الإسعافات الأولية بقى أثناء الحج بس قبل ما أقولك هفكرك بتطعيم مهم جدا لازم تختيه وهي الألف الوانزة تطعيم الألف الوانزة لأنه مهم جدا وهناك الألف الوانزة شديدة ربنا يعافيكم يا رب الأسعافات الأولية بقى الأثناء الحج لازم تخدي حقيبة كده صغيرة وفيها إسعافات أولية وخاصة يوم عرفة ويوم النحر تحسبا لأي حاجة تحصل هتخدي فيها أدوية زكام وحمة مطهرات جروح أدوية صداع أدوية دشنج أدوية أمراض المعدة أمراض المعدة فيتامين سي مراهم جلدية لساعات الحشرات والجروح وحروق الشمس أدوية الحساسية كمامات لصق طبي ميزان حرارة كل ده لازم يكون معاك أدوية أدوية أدوية